اشتركوا في القناة انا اعلم ان الخلل من نفسي ولكنني لا ادري اين هو الخلل الذي يجعلني دائما في حزن وجزاكم الله خيرا اولا وقبل كل شيء الحزن والهم والغم من الشيطان وثانيا لا تحكم على ربك فليس هناك اكرم من الله جل جلاله وهو ارحم بك من نفسك التي بين جنبك فانت اذا عشت مع الطاعة وانت تحسن الظن بالله وتأخذ بوصية الله ان الحزن من الشيطان ولا تلتفت الى هذه الاحزان ولا تلتفت الى هذه الاشجال سرعان ما يذهب عنك كيد الشيطان لكن اذا اصبحت تستسلم وانت الذي تحكم على نفسك انك مهموم وانك مغموم كم من عبد يصبح في عافية في بدنه آمنا في سربه معافا في بدنه ومع ذلك يقول انا مهموم انا مغموم انا محزون انا مكهوم انا كذا لانه اشعر نفسه بذلك ولا يهلك على الله الا هالك وصاك الله من فوق سبع سماوات بان لا تحزن كما وصى نبيه عليه الصلاة والسلام وبيّن ان الشيطان هو الذي يوقع اسباب الحزن فقال انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا فاذا لا تلتفت الى شيء اسمه الحزن من اي شيء تحزن اتحزن على امر يتعلق بدينك فالله يجبر كسر الدين وان كنت تحزن على شيء من الدنيا من فراق اب او ام او عزيز او مال او ولد ففي الله خلف من كل فائت ولن تجد عبد الله المؤمن الصادق يصيبه حزن ما دام قلبه مملوءا بالله جل جلاله من اي شيء تحزن من كان لله جل جلاله وفرغ قلبه لله عمر الله قلبه ثقة به سبحانه ولذلك لا ينبغي للمسلم ان يتعاطى اسباب الحزن فانه انفعل ذلك اعانى الشيطان على نفسه ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن وقال لابي امامة رضي الله عنه حينما دخل ورآه جالسا في المسجد فقال يا ابا امامة بابي وامي صلوات الله وسلام علي كان ارأف بالناس من ابائهم وامهاتهم رأى هذا الصحابي جالسا في المسجد في ساعة غير ساعة الصلاة وانظر الى هذا النبي الكريم الذي شرفه الله وكرم وجعله خاتم النبيين ومع ذلك يتفقد اصحابه قال يا ابا امامة من الذي اجلسك في المسجد في هذه الساعة فقال يا رسول الله هموم غلبتني وديون ركبتني فقال نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه اولا ادلك على كلمات اذا قلت هن اذهب الله همك وقضى دينك قال بلى يا رسول الله قال قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل انظر كيف قرن الحزن مع العجز والكسل اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال فقلت هن فنعم القائل ونعم ما قال هؤلاء الصحابة الذين إذا سمعوا شيئا في كتاب الله اعتقدوه ونطقوا به ولكن بقلوب مؤمنة عامرة بالإيمان ما قال والله ديني كثير كيف يقضى هذه الكلمات تقضي ديني أنا علي ملايين تقضي هذه الكلمات نعم والله لو كانت عليك الدنيا وأضعافها لقضاها ربك ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها ستقضي يقول أنا مهموم محزون هذه الكلمات تذهب الحزن نعم حينما تؤمن حينما تسلم لا عندما تعجز وتستسلم الخلل ليس في هذا الخلل أن عندك أذكار الصباح والمساء وأنت تسأل الله أن يعيدك من الحزن وتسأل الله أن يذب عنك الحزن أعوذ بك من العجز والكسر والجب أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسر فأنت تستعيذ بالله عز وجل من الحزن لكن حينما تستعيذ بقلب ليس كما تستعيذ بلسان حينما تستعيذ وقلبك يعي أن هذه الكلمات من الوحي الذي لا ينطق عن الهوى وأنها من ضب العالمين وأنه لا أوفى من الله بوعده وعهده حينما تقولها تعرف كيف تقضى عنك وأعرف رجلاً لا تمر أصابه حزن الدين وقلت له هذا الحديث وجاءني بعد فترة وجيزة وقالت عليه ملايين ويقول والله حينما قلت لي كنت أستغفر الله قال صلت عليه الشيطان كيف الملايين هذه تقضى بهذه الكلمات نفسه الذي كنا فيه قال فتح الله علي بالفرج من حيث لا أحتسب لكني حينما جاء قال كيف تقضى الملايين قال قلت عوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يبعث رسوله عني الصلاة والسلام ليقول لنا هذا الكنام والله لا يخلف الوعد أبداً سأقوله ولزمه يقول فيما يذكر ثلاثة أيام كانت عليه ملايين ثلاثة أيام مدة وجيزة بعض الناس كما يمر عليه يوم واحد لكن التصديق والإيمان وقد يؤخرها الله لشهور لحكمة وقد يؤخرها الله لسنوات فلا يقضى عنك الدين لسنوات لكي تلقى ربك بدرجات وأجور وحسنات لأنه سبحانه رحيم بالمؤمن فلا يصبه هم ولا غم ولا حزن إلا آجره سبحانه وتعالى فأنت تؤمن إيمانا كامل أن الحزن سيذهب سيذهب كذلك أيضا أوصيك أخي أنت تقول أن العيب في النفس في بعض الأحيان قد يبتل الإنسان ببلاء بسبب مظلمة فيكون ظالما لزوجته أو ظالما لأولاده أو ظالما لجار من جيرانه أو ظلم موظفا معه فكذب عليه أو وشى فيه بالكذب والزور فلم يتق الله في إخوانه المسلمين فيبتلى ببلاء من الله وقد تصيفه دعوة مظلوم فأنت فقد نفسك في حقوق الله وتفقد نفسك في حقوق العباد إذا وجدت شيئا يلزمك مثل هذا فتفقد فإن الله سيلهمك وأذكر ذات مرة أنني كان الوالد رحمه الله وهذا نقوله باب العظة والعبرة فوض لي أمرا في المزرعة فابتليت بداء في بطني وأجبت وكنا في فترة طلب العلم ما عندي تجارة ما عندي أموال وأعرف نفسي من فضل الله سبحانه وتعالى فتحجبت من داء أصابني في الجوف وكان خيار الأطباء في المدينة صديقا للوالد رحمه الله قال ما عرفت علاج لمحمد ومكثت على هذا مدة فصليت وسألت الله عز وجل أن يرفع عني ما بي وكان في نفسي إن كان في شيء يدلني عليه فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه إني في يوم من أيام رمضان كان درس الوالد بعد الظهر فخرجت إلى المزرعة وفي المزرعة بهائم يعني انفضل الله موجود العلف وموجود فأصلحه الله العامل كان لا يعطي البهائم من البرسيم أو القد كان يأخذ الأوراق الأوراق الموجودة أوراق كياسة السمنت ونحوها لأنه يتكاسل فيرميها للبهائم وتأكل هذه الأوراق فجئت فجئت والله يشهد أني في حرم رسولي شيء عجيب خرجت فذهبت كأني أتصفح وأنظر ماذا مزرع كأني وقاد إلى حضيرة البهائم وأقف عليها فوالله ما وقفت عليها إلا وهي تتناوشني بالصياح فنظرت فإذا بالورق مرمي بينها فناديت العام لو كان في شدة الظهر في رمضان وغضبت غضما شديدا لكن لحق حقوق الله فأمرت أن يأخذ من البرسيم المزرع موجودة فيها خير لكن لأن هذه رعية استرعان الله إياها وأمان حملتها وأقسم بالله العظيم كل يوم ويذهب عني الداء تدريجيا حتى ذهب عني من فضل الله وهذا يقولها الإبرة لا يظلم الله الناس وإذا صدقت مع الله أن يدلك ويلهمك ويرشدك إلى سبب البلاء ستدل وترشد لأن إن يصدق الله يصدق فإذا وجدت أن هناك داء هناك أمر يقلقك فابحث عن جيرانك ابحث عن إخوانك ابحث عن من تعاملهم وقد يكون هناك عبداً ظلمته أو منعته حقاً من حقوقه فإذا صدقت مع الله صدق الله معك وأما إذا كان بذلت هذه الأسباب ووجدت أن هذا يتسلط عليك فإنه من الشيطان وعليك أن تستجين ذكر الله عز وجل وتحافظ على أذكار الصباح والمساء وإذا قلت الأذكار ينفعك الله بهن إذا قلتها بقلب وتدبرتها وتأملتها نسى الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان أن يذهب عننا الهم والحزن أن يربط على قلوبنا بما ربط به على قلوب الصابرين الموقنين من أوليائه المتقين إنه ليقاء ذلك والقادر عليه والله تعالى